حتى أنت يا أم تشارلز صاحبة الجلالة إليزاباتة الثانية ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلاندا الشمالية وملحقاتها أطل الله عمرها المديد تصدم الجميع بتصريح عنصري فتقول اللاجئون المسلمون يقسمون الوطنية وأنا أتفق تماما مع دونالد ترامب وعلينا ترحيلهم لتجنب الهجمات الإرهابية الدموية موقع بوليتيكس ديلي أبديت جعل من التصريح عنوانا لمقال كامل في السابع من الشهر الحالي الموقع أكد أن الملكة أدلت بهذا التصريح خلال مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي وأدرجت المقابلة في فيلم وثائقي بعنوان التتويج وبالفعل البي بي سي أنتجت فيلما بهذا الاسم وتم عرضه في شهر مايو عام 2018 فور طلاعنا على الخبر أدركنا أنه مزيف فحش أمت شارلز أن تدلي بمثل هذا التصريح ولا تستغرب من تدليلي لأمت شارلز حيث أننا نسجل هذا البرنامج من على أراضيها المهم بالبحث عن أصل القصة تبين أن هذا التصريح المزعوم نشر أكثر من مرة وفي أكثر من تاريخ ودائما في مواقع يمينية متطرفة وتطارده مواقع تصحيح الأخبار لنفيه بين الحين والآخر وطاردناه أيضا في حلقة اليوم من بوليغراف ترجمة نانسي قنقر